اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد ووزير النقل كامل الوزير وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعة وزارة النقل على مستوى الجمهورية والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائية وأوضح متحدث الرئاسة أن وزير النقل عرض في هذا الإطار جهود التطوير والتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية وذلك على المستوى التنفيذي والانشائي وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات فضلا عن توفير الموارد التمويلية كما استعرض وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل في مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية فضلا عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسية وممرات الطائرات وذلك في إطار تطوير الشامل للمدينة استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل ووجه الرئيس السيسي بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير لمرافق المدينة تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمة العالمية كما وجه الرئيس السيسي بزيادة اعتماد مشروعات وزارة النقل على المكونات المصنعة محليا والمطابقة للمواصفات العالمية بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص أخذا في الاعتبار ما تمثله منظومة النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنية الأساسية للدولة وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع استعرض خطط وزارة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى من قطع الأراضي غير المستغلة التابعة للوزارة خاصة في منطقة شرق القاهرة وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية إلى جانب إقامة مباني خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية